جوز كلامة يو شو هالحكي؟ وهي ليش عم تعمل عمليات تجميل؟ اي والله انفها حلو ما بدو؟ يعني انت زعن فيها اكتر ما يزبط؟ ايوه بفهم من حكيك انها غلطة الدكتور؟ شو بدو يقولي الواحد؟ الله يعين كل واحد على عقله لا سلامتك الله معيك لك على مين عم تشلو؟ شو بيعرفني هالعالم شلون عقله؟ يا انو عالم؟ شو صير فاهميني؟ مين هاي اللي انتزع انفها؟ مدري ما انتزع انفها؟ مدري شو صلى شوفي؟ لك هي قانسة اسمها مروة، كانت معنى بدورة الفرنسية اللي عملناها للولاد الصغار السنة الماضية، تذكرة؟ للا القانسة مروة؟ لك لا، لدورة الفرنسي هلأ القصة بدورة الفرنسي، ولا بالانسة مروة؟ اي مظبوط ذكرتني، القصة بالانسة مروة لك المهم فاهميني شبها لانسة مروة؟ اه الا عمليا عملية تجميل لأنفها، بس العملية ما نجحت على ما يبدو، وطلع أنفها مائل، وما عم تقدر تتنفس منيها بجوز ما حل تحس بي تحسون لا صر لأكتر من شهرين وراحت لعن دكتور تاني وتالت وقالوا لأنه صار خطأ بالعملية ومشان هيك صارت هي المضاعفة معناتها لازم تروح تشتكي عالدكتور كأنك معايش بهالبلد جربت تشتكي عليه عم طالعوا الحق عليها بوزارة الصحة ونقابة الأطباء وهددوها أنه الدكتور بيقدر يرفع عليها دعوة تشير وبيكسبها بسهولة لا ما شو هالبلد ما فيه شي ما بصير وما فيه شي أسهل من أنه الظالم يصير مظلوم والجاني يصير ضحية ايه وشو بدا تعمل رفقتك هلأ هي يعني مو رفقتي كتير المهم هلأ شو بدا تعمل رفقتك اللي هي مو كتير رفقتك بدها تعمل عملية تانية تضبط أنفها فيها ايه وعلى حسابها ايه كان حساب الدكتور لا حول ولا قوة ألا بالله الله يا عافية يو توفيت شلون توفيت لا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم العمى شلون هي يعني ماتت بسبب التخدير يا لطيف عليها الحكي طيب عتيلي عنوانها مشانا نروح نعزي ونقوم بالواجب الله معك مع السلامة خير ام جوزيف شو القصة مين هي اللي ماتت تحت التخدير هاي الأنسة مروي اللي حكيت لك قبل فترة عن عملية أنفها اللي ما زبطيت يا لطيف يا لطيف ماتت المسكينة راحت لتعمل عملية تانية تضبط الغلطة الأولانية قاموا عطوة بالغلط نسبة تخدير أعلى من اللازم ما تحمل قلبها ماتت تحت العملية لك العمى هاي جريمة شلون تموت هيك موتة لك ما في رقابة ما في قانون انت قلتها لا في رقابة ولا في قانون وما بتروح غير عيال اللي بيروم قلتك بالأخير ما في أسهل من كلمة الله يرحمه وهو الله يرحمه جوز كلمة